إن الحمد لله نحمده ونستغفر ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفس المسيئات عملنا إنما يهديه الله فوالمهتد ومن يضلل فلن تاجد له وليه مرشده شفنا وسمعنا ما حدث في تركيا وفي سوريا جراء الزلزال الذي وقع في البلاد أمس واليوم أسأل الله عز وجل أن يتقبل شهدائهم من مات منهم على التوحيد وأن يداوي جرحاهم إنه وليه ذلك والقادر عليه يعني فيه خضم هذه الأحداث استفزني بعض الطريقات الناس بتقولك يستهلم الناس بتقولك تبساب الزنوب و الناس بتقولك تبساب الخمرات والدعارات المفتوحة في هذه البلاد الناس تقولك سبب الظلم سبب مش عرفت الربا و مش عرفت ايه والكلام ده كله لا تتألح لله فالسؤال هنا يعني هل كل كارثة أو كل مصيبة تقع سواء تقع على البلاد أو على العباد هل تعد يعني بسبب الذنوب ولا لا طب إيه ذنب الناس اللي ماتت يعني ما فيه ناس طيبين ماتوا فيه أطفال ماتوا في الزلزال يعني ذنبهم حتى لو ربنا أراد أن يعاقب العصاه أن يعاقب الظالمين ذنب الأطفال ايه وذنب الشيوخ ايه وذنب الحيوانات ايه فلازم من الرد لازم من الرد على هؤلاء الناس أولا أخي الكريم ما يقع شيء في الأرض إلا بإذن الله قال الله عز وجل ولا تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين طيب قال الله عز وجل اسمع بك على ربنا قال إيه عن المصائب قال الله عز وجل ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم وفي مصائب أرض وفي مصائب النفس آه مصائب الأرض الزلازل والبراكين والفيضانات وارتفاع الحرارة وانخفاض الحرارة والأوبئة والفيروسات والفيضانات والسيول كل ذلك من كوارس الأرض ومن مصائب الأرض ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم حتى مصائب الإنسان اللي هي الهم والحزن وفقدان الأحبة وفقدان الأهل ومرض الولد وما والأمراض وكل ذلك من المصائب إلا في كتاب كل هذه المصائب سواء المصائب التي تحدث في الأرض والمصائب التي تصيب الإنسان كل ذلك في كتاب أي في اللوح المحفوظ كل ذلك مكتوب عند الله عز وجل ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها عرف نبرأها يعني من قبل أن نأذن لها بالوقوع يعني الزلزال الذي حدث في سوريا مكتوب عند الله عز وجل في لوح المحفوظ قبل خلق السماوات الأرض بخمسين ألف سنة الحروب التي تحدث في سوريا وهنا وهناك والأمراض وكورونا كل ذلك مسطر في كتاب الله عز وجل في اللوح المحفوظ من قبل أن نبراهلنا ذلك على الله يسير طيب مدام علمنا أن نقول لهذه الأشياء حتى مشاكلنا الزوجية حتى مشاكلنا العائلية حتى مشكلتك مع جارك كل ذلك مسطر في كتاب الله عز وجل تبنعمل إيه يطمئن قلبك حتى لا تأسوا على ما فاتكم خلاص ما تحزنش على فات ولا تفرحوا بماتكم والله لا يحب كل مختار فخور قال الله عز وجل ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي كسبوا سبحان الله بعض الذي عاملوا لذلك إخواني كل ما يحدث في الكون بأمر من الله عز وجل الزلازل والبراقين والبراقين والسيول والإعصارات والأوبئة والفيروسات هذه جنود جنود الله عز وجل وما يعلم جنود ربك الله قال الله عز وجل عندما تحدث عن فرعون أنه أرسل عليهم الجرادة والقمل والضفادع والضفادع والدم صح؟ ده كل آيات من الله عز وجل طيب يعني إحنا لحد لما عرفنا شيخ هي عقوبة ولا مش عقوبة أولا لابد أن تتأدب مع الله عز وجل لابد أن تتأدب مع قدر الله عز وجل لا توزع أقدار الله عز وجل على الناس واحد مريض بالسرطان ده بسبب عمله يا شيخ أنت مكنتش تعرف وكم بيعمل واحدة طلقت أو واحدة تزوجت رجل طلع مش كويس ده بسبب أعمالها وبسبب مش عارفت إيه رجل تاني ربنا أكرمه ما بصليش ولا تصدق ولا ياسوم يقولك ربت مبسوط وربنا رضي عنه كيف نوزع الأرزاق وكيف نوزع يعني أقدار الله عز وجل على الناس هل تقاله على الله عز وجل أخي الكريم كما علمنا القرآن وكما علمتنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم المصيبة إما أن تكون عقوبة وإما أن تكون لرفع الدرجات تبنى عرف إزاي طيب عندي تكون عقوبة للكافرين كما أهلك الله عز وجل الأقوام السابق قوم نوح وقوم لوط وعاد وثمود وفرعون أهلكهم بذنوبهم قال الله عز وجل مما خطيئاتهم فوالله ما نزل ما نزلت عقوبة ولا بلاء إلا بثم بسبب الذنوب قال الله عز وجل وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم خلي بالك ويعفو عن كثير طيب يعفو عن كثير خلي بالك قال الله عز وجل وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم كل المصيب اللي بتحصل لك داي بسبب ذنوبك طيب يا شيخ طيب النبي صلى الله عليه وسلم ما كان عندهم مصيب والأنبياء كان عندهم مصيب نبي الله داود نبي الله أيوب يعني مرضا حوالة 18 عام هو كان عمل هذا حتى القوم صح حتى قومه قالوا والله لقد فعل أيوب ذنب لذلك أصيب بهذا المرض اعتب إزاي هو عقوبة ولا إيب الظوالة لا طيب إذا أصابت المصائب غير المسلم فهذا عقوبة له في الدنيا وتنتظره عقوبة في الآخرة وإذا أصابت المصيبة المسلم العاصي فهي كمثابة تمحيص يعني تمحيص تطهير له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما يصيب المؤمن أو ما يصيب المؤمنة من هم ولا وصب ولا هم ولا حزن حتى الشوك يشاكها إلا وقد غفر الله له بها أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم طيب إبا واحد مسلم أصابته مصيبة المسلم دهوت عاصي إبا داء تكفير له للذنوب واحد مرض وكان عاصي إبا تكفير له من الذنوب طيب لو كان غير مسلم تكون له عقوبة في الدنيا وينتظر عقوبته الأشد يوم القيامة طيب شيخ النبي محمد صلى الله عليه وسلم يصيب بالمرض وسحر والتهمة في عرضه وضرب وأهانه قومه وربط على بطنيه الحجر من شدة الجوع هل النبي صلى الله عليه وسلم يعني أصابته هذه المصائب بسبب ذنوبه؟ لا ليمحصه الله عز وجل ليرفعه الله عز وجل درجاته لأم القيامة لذلك إذا أصابت المصائب رجل صالح يعني أو نبي أو رجل فاضل يعني معروف بالفضل ومعروف بالإحسان ومعروف بالتقوى فهذا يعتبر يعني ربما يكون رفع درجات لرفع درجات لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء من إلى أنبياء ثم الأمثل فالأمثل فالأمثل يبتلى مرء على قدر دينه سبحان الله طيب إحنا أهم حاجة لازم تعلمها من الأحداث دهية ألا وهي التذكرة وما نرسل بالآيات إلا تخويفها خلي بالك ربنا عز وجل الزلزل ده آيات من آية الله عز وجل إبا إما أن تكون عقوبة إما أن تكون رفع درجات طيب الأطفال والنساء والشيوخ والحيوانات اللي متت ذنبها يا شيخ طيب قال الله عز وجل بسورة العمران وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء ربنا عاوز لا يجوز أن نقول ربنا عاوز يريد الله عز وجل أن يتخذ مننا شهداء يريد الله عز وجل أن يرفع درجات هؤلاء ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين إيه تاني وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين إبا أنت لا تتألّى على الله عز وجل جارك مريض زوجتك مريضة لا تتألّى وتقول أن جاري أصيب مرض بسبب عمله وأن زوجتك أصيبت بالمرض إنها رفع درجات لها لا تتألّى على الله عز وجل اترك الناس لرب الناس طيب التذكرة خلي بالك أنت شفت الزلزال شفت البراقين شفت آيات الله عز وجل فيجب عليك أن تخاف وما نرسل بالآيات إلا تخوي فتب أنا شفت كل هذا وما زلت أعصي لها عز وجل يقول الله عز وجل فلما نسوا ما ذكروا به لو أنت خلاص شفت العمارات تنهار وشفت الأطفال وشفت الناس بتموت والزلزال هنا والزلزال هناك وانت لم يتحرق قلبك اعلن بقى ربنا عديك أكتر وأكتر بشي يحرمك فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شي خلاص فتحنا عليهم أبواب كل شي انت مش هتذكر ولا ترجع الله عز وجل ربنا عايز يدك عاوز مال عايز يدك في المال عاوز شهوات عايز يدك كل شي فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شي حتى إذا فارحوا بما أوتوا تآلوا لما ربنا زودهم على معاصيهم وعلى طغيانهم ظنوا أن الله عز وجل اصطفاهم ويحبهم ظنوا أن الله عز وجل قد اصطفاهم وهو بذلك يحبهم فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شي حتى إذا فارحوا بما أوتوا أخذناهم بغته فقوت عدابر القوم الذين ظلموا فأخذناهم بغته شوف أخذناهم بغته يعني خلاص تيجي في لحظة من اللحظات كده حتى مش عيدا يرجع لله عز وجل حتى مش عيدا يقول لا إله إلا الله يبقى إخوان اخلي بالك تذكر والله ما يحدث في تركيا أو في سوريا أو في هذه البلاد لنا فيها زلزال كل دقيقة يعني هنا الزلازل العادية جدا كالهواء كالماء والهواء طيب لابد أن أتذكر الله عز وجل عندما أهلك قوم لوط بالحجارة وأسقط عليهم حجارة من السماء قال في نهاية الآيات وما هي من الظالمين ببعيد مش بعيدة عنك إبقى أنت مش متدفة تحت البطنية ومبسوط وبتسمع الماتش والتلفزيون والكلام ده كله وتقول يستهلوا وتقول على أهل فلسطيني يستهلوا تأدبهم لن يستهلوا كذا وكذا 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 لا تتألّى على الله عز وجل أسأل الله عز وجل أن يتقبل موتاهم الذين ماتوا على التوحيد أن يتقبلوا من الشهداء وأن يداوج أرحاهم إنه ولي ذلك والقادر عليه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته